ايه ازايكم يا شباب عاملين ايه يارب تكونوا بخير النهاردة جينا بكسب جديد من حكاية ديفي زي ما كنتوا عاوزين على المنتدى فتبعونا هناك علشان تعرفنا رأيك في الفيديوهات اللي شغالين عليها وبدون اي اطالة ما تنساش الاشتراك كلك يا اسطورة لدعمنا هنعيد طبعا انتاج الفيديوهات اللي فاتت علشان الفيديوهات دي غير صالحة للاستخدام الادمي ولا الحيواني حتى فبتبتلك قصتنا بان الابطال اليوم ما كان عالية جدا اسموهم بس بتعمل تأثير رهيب معظمهم عملوا ممالك والتانين عملوا نقابات واحد تم ذكره في التاريخ والتاني هزم ملك الشياطين والتاني كان طبيب عالج عدد كبير من الناس اللي كانوا بيعانوا من امراض خبيثة هو انت بتستهبل علي مغرد عيل عنده عشر سنين بيمروا بالتقربة دي كانوا واخدينوا ملتشة حرفيا ولما كان بيخلص مهمته كانوا بيغمزوا في صاصر البراكين فبقول لهم اخيرا هاسبكو انت يا جنية هتفضل الغاية تم تتخلي الناس تقولك اختي الكبيرة ده انتوا جنيات عواجيز عاشوا من عشر تلاف سنة موتوا بقى ورايحوا امي فبيودعوه وبيقول لهم اه بتمنى مشوفش خلقكم دي تاني ولما بيفتع عينه بيبقى مشلول مش عارف يتحرك حتى بيبقى مش قادر يفتع عينه فبقول لنا رجعت الامير الضعيف والمنبوز دي في الراون ومملكة الرون موجودة شارقة قارة اوبليكس وانا بقى اميلي البلد الصغيرة دي وك احيانا وكمان الابن اكبر لملكها حياتي كانت عسل في الاول طبعا بسبب ان امير وفضلت محبوص في القصر طول حياتي انا كنت عبيت وقتها كنت فاكري ان السعادة اتدوم للابد وما كنتش عارف عواقب ان الواحد يبقى امير محاولات تسميم فشلة تم استهداف من اعدائك كتير كنت لازم نعرف ان انا كده خلينا من الماضي دلوقتي اولوياتي هي ان اتعافى بعد كده هنتقم منهم صبركم علي بان اتحانتم الابطال من الام في السنين وربنا نطلعه على امكم اركبكم والف بقى مصر كلها بس انا اخيرا رجعت فبيبقى ديفي عامل نفسه نايم فبتبقى هي دي الخادمة الوحيدة اللي كانت موجودة في الاصر بس كويس انهم شغلوا خادمة واحدة فلما بتمشي الخادمة بيقعد يقلب علشان يعرف التاريخ فبيعرف انه على الحال ده بقى له ست سنين فبيفتكر قبل ست سنين وربنا لطلع الست سنين دول عليكم انا مش هرجع الودي التعبان ده تاني اللي انتو عارفينه وعلشان اضمن ده لازم ان اتعافى هبدأ الاول بالشفاء فبيحاول يستخدم سحره لكن مفيش حاجة بتطلع السور هتلقى ملغوشة هم ست صور ده من عندهم مش مننا فبيفتكر بنت اللي كان بتعلمه ازاي يتحكم في قوته وبيتقول له بانه ممكن يكون احسن حامل للقوة دي فبيبقى اسم القوة هي قوة السحر الابيض ودي قوة بيمنحها الحاكم لحبيبه وبتبقى البنت اللي ساعدته على اتقان السحر واستخدامها ليه فبتبقى اسمها ديفل سحقا بسبب اني مش عارف استخدم القوة بسبب ان جسمي يفضل رائد لست سنين انا كنت خاف لحسن كل الخبرة اللي خدتها من العالم دي تختفي مرة واحدة انا مش عارف اقوم شكلها لزقت شكلها احتاج وقتها عشان ارجع قوة الحقيقية حتى ابسط تكنيات الشفاء مش عايفة اشغالها وبيقعد ساعتين يحاول لكنه في الاخر بيستسلم بس الاستسلام ده للضعفاء وبينجح المرة دي وبيفعل سحر الشفاء وبياخطوا بعديها اول خطوة بعد استيقاظه على طول فبيبقى فرحان انه اخيرا شاف الشمس وسط فرحته بتدخل الخادمة عليه فبيعمل نفسه ميت فلما بيجي الدكتور يكشف فبيبقى عمالي الكرة عليه فبيقول ديفي بان عايز يسكى العجوز ده كاف بس للاسف لازم ان اتصرف كامير فبتدخل واحدة وبقوله انت لسه عايش والولية دي بتطلع عن الناس سممت امي علشان تخم مكانها في العرش متخافش من العبيطة خاف من خلفتها اولي رماني من رمحة حبس اصلي دي بحاولة اختيار امير فبيسأل عن الطريقة اللي اتعاقب بها لو غاد دول بس للاسف القضية اتقفلت اه لو كنت بس موت فبيقولها هي رجعتي للحياة حرقاكي اوي كده فبيتري عليها كارلوس بانه اتضرب وغم عليه ده انتعار فبيقول ديفي بانه استخدم السحر الابيض قدامهم لكن محدش لحظه فده ممكن يكون بسبب الفرق القوة بابينهم لانيس بنت العيلة اللي خسرت مكانتها في مملكة رون لما شفتها هي وابنها فبتنادي عليه ايمي بتستازل علشان تدخل فكان مستني حاجة كبيرة منها بس جابت له شربة اهل احباط ده اعملين لي كمان خمس اطباق معلش قصد عشرة مع اني حاسس ان باطنها تنفجر بس بسبب سحر الشفاء شهيتي اتفتحت فبتجيب له ايمي الميزانية فبيطلع خربها بسبب الاطباق اللي كلهم كان المفروض يتغز عليهم لعشر سنين قدام اكيد فيه حاجة غلط هو كام عدد الخدم اللي في القص من ردة فعلها ده ماني انه هي الوحيدة هو اشبه من منزل بس كان ساكن فيه ملوك قابلي خادمة واحدة بس اللي شايت كل العباء دي انا ما قليتش قبل كده من الكمية اللي بقولها فبيسألها هو كام الدخل اللي بيجي فبيطلو 600 قطع اذابية ده مصرفاتي بس انا المفروض بيجي له 500 كل شهر بس اللي بيجي لي قال لي من 100 هو بينصب علي ولا ايه هو انت بتاخدي كام في الشهر فبيطلو باخد التلت فبتبقى ايمي شغالة شغل الاصر كله بسبب فقراء الشديد فلما بيلاها دمعت بقول له خلاص خدي مستحقاتك من اراداتي وخديني للادارة المالية فبنتقل للادارة فبيبقى المسؤول هناك فبيقوله بان حصل تجديدات فلوسه ما صارت صرفت على القلعة والفلوس اللي اتباعت بعدتها لك فبينزل ديفي عليه سلخي وتحقيق وبيعودوا بانه يرجع له ايه رأيكم نكمل في القصة دي ولا لا لو عايزيننا نكمل انزل اعمل لايك واشتراك في القناة اكيد الخدم كانوا لازم يخلعوا من القصر وكل الشغل نزل على ايمي في الاخر ايمي هو ممكن تجيبي لي صف ما تقلقيش مش هتعرص حد انا مش بخطة تقتل حد غير الاوغاد اللي بقول عن نفسه من نبلاء لو قتلت حد هيقوله بان الامين اتجنن ولازم ان ننفيه وطبعا النبلاء مش هيتمنعه بالقوة انا مش غبي علشان ابقى كبش فدى للاغهات دول فبنروح لاصر للناس فبتبقى بتتكلم مع الخادمة بتاعتها على ديفي بانه تغير فبتقوله بنميبش بالعافية يعني ااخد سانع علشان يتشفي فبتقوله شارلي انت متأكدة منك مغبرة من الدرجة ايه مش مثلا من الدرجة سيه نقابة القتل اللي موجودة في العاصمة لهمش فايدة انا شك في حاجة الامير الاول اتخلى عنه بعد ما استفقه بعد 6 سنين هلازم انا خليه تحت طوق امري ركزي معايا كويس علشان المراضي مش هعديه على خير معاكو فبنروح لتاني يوم فبتقوله ايمي انت رايح تستكشف الحديقة اه الجو حلو النهاردة روح انتي لو حد دي جي سأل عني بلغيني فبيروح دي بيستكشف التدريب كان بيحور على ايمي وبيفعل مجال حواليه علشان يتضرب على تكنية التنفس المنة التكنيات العادية بتاخد شهور علشان امتص المنة هتحصل صورة كبيرة فبقى في شخص بيرائب ديفي لكن على مين ديفي بيلحظه فقول ما بيارف ان ديفي عرف مكانه بيهرب على طول بين ان العيون دي من مالكة وامثل ان ضعيف بغبي بسبب انتشار مجال تشوية المنة شكلهم فقدوا اثري فبيفعل دائرة المنة وبيقول بان الكانة بيستخدمه السحر الابيض والصحرة بيستخدمه السحر لكن اللي اتنين مش بيعرفوا يستخدمه استحضار الارواح لكن قدر استخدم التالتة لان الافريق المطرشم وده في فضل البحيسين المجانين دول فبيبقى بيستخدم الطريقة وبيقول بان الصحرة بترسم دوائر على قلوبهم بس لو عملت كده هنحرف على الدائرة بس في دائرة تعلمتها وهي اسمها داريت كاريتري من خلال مطابقة الشرايين في جسمي بعمل دوائر معقدة وبصب المنة فيها بيستخدم الجسم كله وبيستخدم برضه القلب كدائرة ده اشبه بتعديل الجسم اي خطأ لو كان بسيط ممكن يؤدي الموتك في المرة اللي فاتت نجحت بالعافية وفضلت عايش بفضل البحثات اللعنة هو انا انجح المرة دي وانا حد بيمسك ايده فبيتخيل عقله بانهم لسه وقفين معاه وبيسندوه هبدأ بالدم يلا نجرب فبييجي الليل وبتبقى ايمي لسه يعدى مستنيها وبتقلق لا يكون حصل له حاجة فبيطلع لها من وسط الشغر وبيترمي عليها وبيغمو عليه ولما بيفتح الباش عينه بيبقى مرمى على السرير وبيبقى ساحل ايمي وراه اه نغم عليها مبارح بس دائرة الشرين اكتملت بنجاح كده فيه ثلاث قوة بتمشي في عروقي وفوق كل ده بيبقى تأثير تاني مميز بتحريك بس اصباعي بقدر اعمل تعويزة صغيرة فبيلاحظ ان ايمي ساحت وبيلغي سحره فبنروح بعد خمس شهور فبتكون ايمي ليت شنطة عشاب وبيقوله بان قبل ثلاث شهور اجتمع الدائرة الشرين اي حد في قلاتي يقدر ياكل اللحم والخضار انا حاسس بحاجة غريبة في شخص بيقرب ايمي يلا نمشي بان انها ينقابل ضيوف وهو مرشد الملكة فبيقعد يتفحصه هو انت بتتوقع انها بقى كويس قريب فبيقوله بما انك عدت في السرير كتير فخطر ان استخدم السحر الابيض عليك فكويس انك قادل تعاعد الوقت ده ما استخدمتش حتى تعويزة واحدة للعلاج عرى عليك انت مش عارف تعالجني علشان انت مش عايز فبيرد عليه بانه مش عبيده ومش فاهم اللي استعماله المعرفة للسحر الابيض تم منحها ليه من كهن اصح انت عبيد زي كارلوس فبتده يا ايمي وبتوغزه فبتاخد اللي في النصيب بيبقى اني جيت المسافة دي كلها على الاقل خليها توصلني لحد الباب الفحص خلص اشوفها كمار 15 يوم وصليه للباب يا ايمي فبيوقفها المرشد وبيقولها بان عايزة في خدمة ملكية لو مجيتيش الليلة حياة الامير اتبع في خطر فبيبقى ديفي يزعب سيفه وشكله مش نوع على بر وبيروح اتجاه مساعدين المرشد وبيقول بان لو الكسل هو مفتاح التقدم هيكون الغضب هو الكوة الدافعة ويسيبهم متقطعين كشراحة توست فبيروح لامي والمرشد وهو بيقولها بان الحياة الامير ديفي في خطر والملكة مدياني كل الصلاحيات لكده هو انت فاكرة بان في حد في المملكة دي واقف مع ديفي بتاعك ده والله هيجرق يزيه فهيواجه الملكة فبيبقى ديفي قاعد وراه بيسمع له ده انت كنت محتاج عزر فبيرقى ديفي على الارض وبيبقى متفاجئ منه بيتحرك ايمي هي ايه عقوبة الطامر ضد العيلة الملكية فبيقوله انت ازاي تقدر تتحرك فبيرد عليه بانه هو ده سبب انه لسه في الطبقة الدنيا احنا مش محتاجين سحرك المعفم من الاول ايمي هو انا افضل عيد كلامي كتير هي هي عقوبة الطامر ضد العيلة الملكية فقبل ما حتى تتكلم فبيكون ديفي قطع رقابته وبيكمل بان العقوبة هي الاعدام فبيقول للمرشد وبيطلع اخر انفازه بان الارض العريقة مش هتسكد عن اللي حصل فبيشكره ديفي عن تحذيره لكن انا اضمن لك العكس فبيطير حرفيا رقابته وبيكمل بان اللي وقفين جنبك هيختفه بسرعة انت بين انك تجننت علشان تيتي التابع من الارض العريقة انت ازاي اتجررت تتعمل كده فبيقول لها انه هدي تتابع بورت حياتي كلها انا عقبته حسب القانون وفيه حالة غلط عملتها مش كان مضحك لما انا كنت في غيبوبة قوانين المملكة ما كانتش وحشة جدا كل اللي حصل ده ولسه جلالة الملك ساكت انا عقبت الشخص اللي كان بيتأمر على العيلة الملكية هو انت من امتى بيت حياة الفرد من العيلة الملكية اقل من التابع اقل حتى من المستوى الادنى فبتوقت تسبيله وبتشتمه وبتشتمه بامو اللي هي سمامتها فبيطلع نية قتل وبيقول لها جلالة الملكة مش شتم واحد قدامه حاجة مغزية وبيدخل الخدم اللي كانوا شغالين عند ديفي في الاصر وشارلي بتلفه بالسلسلة الكوة الزيادة دي بتودي صاحبها الموتو ما حاولت برضو قتل واحد من نفس العيلة الملكية مش بيختلف مستحيل وعارف ان قرلس هو سبب فبيقول ديفي انا مش غبي علشان اخبي بتاطي الرباحة لمدة اطول من كده ولو خلصتي اتلعي برا اصري وهاتيلي خدم بدل الخدم اللي خدتيهم وجددلي الاصر انا خلصت اتفضله برا علشان انتم السيدات تليه باصري فبتدخل الملكة في حالة جنون في اصرها وبتوقت تكسر كل حاجة حواليها خليك مكمل في تصرفاتك هتودك لنعشك هتكون سبب وفاتك وبيخلص اليوم وبيبقى فيه شاعات طلعت على ديفي وبيقوله عليه مجنون وبقعه له فوت على اخر فبيبقى ديفي قاعد بيفرج عليهم هو مبسوط وبيقعد يتكلم شوية مع ايمي فبيجي شخص وبيبقى ده كبير الخدم للعائلة الملكية واسمه هو بيزفوس فبيبقى جاء بالناس اللي كانت مختلسة فلوس من الميزانية فبيقوله ازاي دول بتعقبه فبيرد عليه بانها تبقى حسب اوامره لكن في العادة بتتقطع رأسهم هم وعائلتهم فبيقعد يترجو في ديفي علشان يسامحهم فبيقوله انا بعتقد بان فيه شاعات طالع عني في الاوينة الاخيرة باني مجنون علشان الدم او اي حاجة زي كده ايه رأيقة صرف زي ما الاشاع بتقول فبيقعدوا يتوسله وبيقوله بان الاشاع دي غلط بسفس حطهم في السجن وما تدهمش نقطة مية من دلوقتي احسنهم ان يموتوا علشان يكفروا على الفلوس اللي خدوها ما اني مش فرحان لاني ده كان طالب الملكة هاو دلعب معاهم لان الوضع بقى مسير للاهتمام وهيتم قطع رأسهم بعد تسعة ايام فبيقوله المناصب الفاضية هيتم ملقاها على الظهر فبيقوله ديفي بانه هيخلي ايمي وعايز يعلي الردبطة لكبيرة الخدم ودي له مكافأ اضافية هو انا قادر اشوف ابويا فبيعتزله بسفس بانه ممنوع لسه وخليك صبر شوية وانا هتكي لنا صحيح انا كلت الاكل اللي انت بعدته فبتبقى الاميرة التالتة ويندي قعد عليه انا ما عرفتش ان معاه بسبب ان ما عطتش عليهم يتعاكم منا فبيجي الاميرة الرابع باريس وبيشيلها وبنعرف ان الملك ميتجوز ثلاثة اليس وانيشة والينيس الحالية اليس والينيس انقسموا وكانوا ضد بعض لكن الثلاثة كانوا في حالهم فبارس وويلي هم ولدها احنا اخوات لكن من امهات مختلفة فبتقعد ويني وباريس يدوروا الضرب في بعض وبيقعد ديفي وويلي مشاهدين المباراة الدابي ودابي وام اللي بتحصل فبيقول لها ديفي بان انيشة بعتت بنتها الاولى لمملكة اجنبية بسبب لينيس فبيعوضوا حرفيا ان فاصل كامل بيسألوا عن احوال بعض وبيفتحوا مع احوار مسابقة المبارزة وبينزالوا دق في بعض عشان كانوا عاملينها مفاجأة فبيدي باريس ديفي جواب وقولوا بان دي مسابقة بتتعامل كل خمس سنين وهتتعامل السنة دي في مملكة بيليستي ودي بتبقى مسابقة لتناغم القرات وبيشارك فيها المرتزقة والنبلاء فبيقول باريس بان احسن له ييجي علشان هو ما اخرجش من مملكة قبل كده تعالى معانا بيتقالب ان مملكة بيليستي جميلة فبيوافق ديفي ومن هنا بتبدأ الاحداث تخرج لقتلات حماسية فبيبقى بيزوف يتكلم معاه حتى على خروج رون لمسابقة المبارزة ما تخافش السيد الشاب بقى احسن وافضل استقامة هيدوه وادرقه بقى اعلى حتى انا اتفاجئتي بعد ما شفته فبيقول له كفاءة بانك بتعترف ليه ده فبيطلع بيزوف كان بيتكلم مع ابو ديفي فبيسأل ديفي الحتة اللي على الجبل وبتبقى ايمي فرحانة انه هيخرج فبيعدوا عليه وينلي وباريس وبياخدوه بيمشوا وبنعرف ان ممسابقة المبارزة القرية دي بتبقى مسابقة بتجزي بانتباع العالم كله لكن انا مش هشارج بسبب حجة مرضية لو كان باريس ادري على انه يعمل حاجة مكانت الاميري التاني كله ستتأثر اكيد وده سبب موافقة الملك على مشاركة باريس بسهولة زي ما تكون متأكد ان باريس مش يعرف يعمل حاجة او بتخطط لحاجة تانية فبيدخل شمس المملكة الملكة شارنز الراون شمس المملكة دي بقى والدي دي المرة الاولى اللي قابله فيها بعد ما صحيت من الغيبوبة انت كنت بتحبيني كويس من نص السنة اللي فاتت فبيقول لي باريس ارفع رأسك انت عندك السقة فبيقول اه انا عند السقة الناظرة مسل مملكتنا من خلال انجازاتي فبيلاحظ ديفي وهو واقف في شموخ فبيسيبه وبيمشي وبيقوله انا فرحان انك في صحة قويسة باريس انا مش اصدق وانا عاطفي بس هو ده الملك ما بقاش مهيب زي الاول هو اتغير للدرقة دي زي اسد عجوز مرهق فبنروح للتاني يوم فبيبقى ديفي والشلة راحين المملكة بعربية فبيقضي يتكلم عن مسكراته اللي عايزه بالله يا عزيز المشاهد فبييجي الليل فبييجي باريس يشيك على ديفي اذا كان عايز حاجة فبيقوله باريس بان حاول يقلل الموكب علشان ما يبقاش عبق عليه فبيقول ديفي بانه عارف ان المرحلة كايت ممكن تغلص بسرعة لو ركبوا العصنة بس هو ما بيرعي انه تعبان فبيودع باريس ديفي فبيقول لامي بان الامر حلو النهاردة وبيقطع غزن زي عادة تأهيل فبتتسلم من الحراس فبيقول في خمس مرافقين واربعة منهم نخبط خبراء صيف فالدنيا امان طالما ما حصلش حاجة كبيرة زي تمرض وهجوم من قتلة في حوالي 20 شخص هنا اظن انهم كانوا بيخططوا الرجوم لما الكل ينام هم عارفين ازاي تخفوا صح من واضح انه قولي ده بسبق الولية دي دي فرصة بالنسبة لها حلوة علشان تخلص مني ومينباريس ويني اكيد مش هتفوت فرصة فريدة زي دي الصراحة انا مش فرحان وانا بكشف عن قوتي لكن لما بيفكر مش بيبقى مهم الناس اللي شافوني الليلة مش يفضل عايشين فبيفضل دي فدعاكم وبينزل طلطش فيهم شمال ويمين مش عاتق حد خالص انا عايز بس اتأكد ان الملكة الناس هي اللي بعتاكو ده رغم ان نحياتكم على المحك الا انهم مش عايزين يقولوا حاجة طالما مش عايزين تتكلموا فده مش هيعمل فرق محاولة الولية دي انها تقتل ثلاث افراد من عائلة الملكية هيعمل ضجة كبيرة حتى الملكة الناس هتواجه صعوبات هو فيه سبب علشان تبقى واسقة من نفسها زي كده فبينزل على اتنين بينهيهم ياه وانتوا لسه مهربتوش شكلكم مش عارفين الوضع اللي انتوا فيه فبيلوا واحد روحوا وقلوا انها حاولة بطة فبيقرب التلاتة علشان يشتته ديفي لكن ديفي بيبتسم بخبص وبيهجم عادي واحد منهم في لحظة دهشة منه دي مزيفة يا وغاد فبيقطعوا مش راحم فبيقولوا انت وقعت في الفخ ازاي اساس اللي اغتياله هو الصبر فبيهجم على ديفي الاتنين التانين فبيهروا التلت بسرعة والاتنين التانين بيهجوموا من الطرفين فبيبقوا عظام طرية على ديفي المطرشم انتوا يعطوا لي وقتي انا كنت شغال على ده بعد ما قتلت صاحبك طالما مروحتش الجزء التاني من الكرة فبش هتبقى قادر على تفاديها فبيديله سلسلة ضربات تلاتة في واحد ديفي بيعمل عروض كمان وبقول سحر استحضار الارواح بيتسبب في موت الارواح الغير ملموسة لطريقة وحشية بس اللي علمني ده قال لي خلص الحوار بشكل صح مظهر شابة الرحمة لللي عايزين يقتلوك هو ده اللي اغتيالي المسالي طالما محدش اكتشف انك الفاعل فبيتقول لي نيس هو ازاي ده حصل طب هو فيه اخبار عن تلاتة دول بيان انه مصل المملكة بيليستي فبتضربها للناس وبتقولها بان ما استوعى نقابتكم متدني بعدتي 25 واحد وماتوا فبيتقول لي احنا لسه مندور عليهم لكن الامير ديفي عنده مساعدين هو مين اللي ممكن يكون بيساعده خلاص دورينا على المساعدين دول بسرعة وانا هخليهم يندموا على ده ما تنسيش انا مش مشغلك معايا ولا بدايامك علشان تفشلي لو ما نجحتش المرة دي هلغى عقدنا ساعتها استخدم قوة علب باريت وحتى قوة المملكة علشان احمل نقابة الامر اللي سود فبيكون ديفي في الوقت ده وصل لمملكة بيليستي اخيرا وصلنا لمملكة الماء وهي بيليستي هي بتعتبر مدينة مش مملكة لكن فيها صار تاريخية وبتعتبر من اجمل الاماكل في القارة في الحلبة دي هتتعامل بطولة المبارزة بالصف المكان ده كان اصلا مكان حروب حتى البلدة دي مشهورة بالمقاتلين واللحوش بيتقاتل مع بعضها مجرد بطولة غرور بان المماليك المشاركة وكمان هتبقى مملة لان اللي هيشارك يبقى تحت العشرين سنة منافسة اطفال فبتقوله ويني بان ابو طويلة الغابي ده هو اللي هيمثل مملكة رون في البطولة فبيقول ديفي بان مهارة باريت مطوسطة مستوى اقل من معلم مبارزة بالصف لكن بالمقارنة مع عمره فده جامد عايز اشوف هو بيقاتل فبتقوله ويني بقى ممثل مملكة فاق هتكون اميرة الصيف فبتتري عليه ويني لان ديفي مش عارفه فبتحكيله عنه واسمها هو الينا وهي الاميرة الوحيدة اللي في الباد لانها بنتة على تسع اولاد وللاسف كده يكون الفيديو خلص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وبيس يا ماء بس م ای ام با رب وanciدي أهلا ما أهلا 새ه لا يلعط نتصل لا يلعط نتصل اشتركوا في القناة